السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء نتمنى منكم تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد طبعا اخواني اكو موضوع جدا مهم البعض عند الاخوة مني يجيب مكاتب مالكنتاكت ما تشتغل عنده المكاتب يعني المكتبة عنده محملها من الانترنت او المكتبة يعني هو مشتريها يعني مثل فينزلها ما جايت يعني تشتغل على الكونتاكت هسا انا عندي على سبيل المثال نفتح لكم هذه المكتبات الكونتاكت يعني احكي لكم على مكاتب الكونتاكت فقط اذا عندك مكتبة كونتاكت وتجيبها انت مشتريها ومنزلها من الانترنت ما جايت تشتغل عندك يعني أنا عندي برنامج خاص يشغل جميع المكاتب اللي ما تشتغل فقط أخوان اللي بالكونتاكت يعني المختصة بمكاتب الكونتاكت اللي هو هذا اللي هس أنا هذا المكاتب أغلبيتها إذا مو كلها منزلها أو يعني مشتريهن فما يشتغلت ماشي الضيفة ما تنظاف منا تروح على ما تنظاف مثلا على سبيل المثال هذا البرنامج اللي آآ هذا اللي هو ما المكاتب أهسان مثلا عندي أي مكتبة هذا شوف آآ بنختار المكتبة ما يضيفها إلي إحنا اللي السؤال أو البرنامج آآ شرح الفيديو هذا على البرنامج اللي يضيف إنه المكاتب طبعا إخوان البرنامج أقلبية يعني ما متوفر مو نقول ما متوفر وإنه ما متوفر بس البعض حتى لو عندي ما يعرف شلون يستخدمه على مو يضيف المكاتب فإخوان الأعزاء طبعا البرنامج موجود وإياه شرح فيديو كامل شلون تستخدمه وراح يحل لك جميع مشاكل المكاتب الكونتاكت يعني أي مكتبة أنت تنزلها ما تشتغل عندك راح هو يشقلها إليك على الكونتاكت يضيف لك آآ ملف المفقود لأن أكو مكاتب أنت بتجيبها أكو ملف اللي إشلون مثل الصورة ما للمكتبة ما متوفره أو الإسم أو المستعرض للمكتبة ما متوفر فهذا البرنامج راح يعوض لك هذا الشيء المفقود يرجع لك شين المكتبة اللي ضايع من عدها أو مفتقدته راح يرجعها إليك ويشغلها إليك المكتبة بصورة سلسة وماكو أي مشاكل وتبقى وياك المكتبة شقالة يوم يومين سنة لحد ما أنت تحذفها تبقى شقالة والبرنامج هذا جدا مهم للأخوة العتم مكاتب اللي يجيبها ويروح على آيدت ليبري ويضيف المكتبة يقل لك لا توجد مكاتب وهي المكتبة موجود فالأخوان الأعزاء المكتبة البرنامج العفو موجود ومع شرح فيديو بسعر مناسب للأخوة لأنه هواي أخوة أنا شفت يعني الشروحات على اليوتيوب وشفت هواي أمور يعني من تجيب المكتبة أنت ما تشتغل عندك والمكتبة جايفة وتعبان عليها أو أنت المكتبة منزلها من الأنترنت وكذا يوم تحميل وما تشتغل عندك لكن الحل إن شاء الله عندنا البرنامج جدا سهل ما بي صعوبة وأسوي لك شرح شلون تستخدمه ويا صور ما يعني جميع الصور المختص يعني أنت تخلي الواجهة للمكتبة على مودة المكتبة عندك تشتغل ويضيف لك الملف الويلبر على مودة المكتبة تكون شقالة عندك ما كو أي مشاكل أخواني فقط مكاتب الكونتاكت تمام على مودة تكون على بيينة غير مكاتب الكونتاكت ما ما يشغل فقط مكاتب الكونتاكت حتى تكون وياك صادق مكاتب الكونتاكت أغرى مثل هذه المكاتب اللي أنت تروح تضيفها على الليبري تطيها تعديث ما تشتغل عندك هذا الملف أو هذا البرنامج يشغل لك إياها ما كو بيها أي صعوبة جدا آآ يعني البرنامج ما بيه صعوبة أكو برامج بها صعوبة وبها تعقيدات لكن هذا البرنامج لا عكس ذلك يطيك الأشياء آآ بأسهل الأمور ويطيك يعوض لك الملفات المفقودة بداخل المكتبة ويشغلها بدون مشاكل هذه المكاتب اللي جايش شوفونها أغلبيتها إذا مو كلها سبق وين قلت لكم كلها ما تشتغل فعوضتها بهذا البرنامج وشغلها هاي قدامكم هم راح سأفتح لك هذا المكتبة الآهات بدون أي مشاكل بدون أي آآ يعني آآ هاشوف مكتبة هذي شقالة ما بيها شيء آآ مكتبة عدنا بعض مكتبة الناي كذلك شو شقالة وهذا الأصوات ما راح جاي تطلع قدامك شوف هذا المتر جاي تشتغل بدون أي مشاكل يا أخوان فمكتبة جدا البرنامج أخوان جدا راقي واذا عندك مكتبة انتم تعبان عليها وما تشتغل فلا تحذف المكتبة الحل إن شاء الله يمنى ومثل ما قلت لكم بأنسب الأسعار مع فيديو والبرنامج والتحيات لكم جميعا اشتركوا في القناة